أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية اعتراضها وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما من إشيات الحوثية الإرهابية تجاه دولة الإمارات يوم الاثنين وأكدت وزارة الدفاع في بيان لها أن الهجوم الحوثي لم ينجم عنه أي خسائر بشرية مضيفة أن بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها سقطت في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظوي وأجددت الوزارة تأكيدها على هبة الاستعداد والجاهزية للتعامل معية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات مهيبة بالجمهور استقاع كافة الإخبار من الجهات الرسمية في الدولة كما أعلنت وزارة الدفاع عن نجاح طائرة من نوع F-16 من تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية في مديرية الحزم بالجوف شمال اليمن فور إطلاقها الصاروخين الباليستيين